الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بما شاء الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي أهلا وسهلا بك أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم إنه خير مسؤول استمعين في كل مكان لا زال حديث شريعة زال الله خيرا متصل بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية للقصيرة 6688 المشاركات عبر توتر شارجراتيو أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفاء ما بعد فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فضل السعي على الأرملة والمسكين والقيام على هذا الجنس الضعيف من البشر ولذلك الأرملة هي التي مات عنها زوجها وهو العائل الذي يقوم عليها وعلى نفقتها ولا شك بأن الغالب في الأرامل أن يكون لديهم أيتام ولذلك يحصل من العوز والحاجة الشيء الذي هو معلوم والمسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من يلتفت إلى هذا الجنس من المساكين والأرامل والأيتام فهو كالمجاهد في سبيل الله لأن الجهاد كما أنه يكون بالبدن كذلك يكون بالمال ولذلك قيام الإنسان على كفالة هؤلاء ورعايتهم والإنفاق عليهم نوع من أنواع الجهاد حيث إنه يبدل ماله ووقته ويضني بدنه في رعاية هذا الجنس من الناس وأيضا يقول قال وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفتر يعني يقوم الليل ولا يمل وكالصائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر والمقصود بأن هذا الحديث يشير إلى فضل السعي على الأرملة والمسكين والقيام على مؤونتهم وتوفير الضروريات والحاجيات لهم والأجر والثواب في ذلك كثير وكبير أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حسن عبادته كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطرق الخير إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد أرك الله فيكم يا صيخ وأحسن الله إليكم استمعينا للأكارم بعد هذا الفصل أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور معنا أخ مروان فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياةك الأخ مروان فضل كيف الحال الله يبارك فيك فضل مغاية أسأل الشيخ حفظ الله بخصوص المرة هل يجوز تظهر دراعيها وقدميها بك هذا والسؤال إن شاء الله بزاك الله خير أخ مروان نعم أخ مصبحت فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياةك الله أخ مصبحت فضل الله يجيك مخير على البرنامج حياة الله يحفظك عندي سؤالين طال عمرك السؤال الأول عند دخول الله يعزكم الحمام بالإنسان يذكر الدعاء اللي قال اللهم يعود قبل خبطه الخبائر هل هذا بعد ما تدخل الحمام هل هذا يعني مثل الله يقول سبحانه وتعالى أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم هل الشيطان أو أعوانه يرون الشخص في الحمام عندما طبعا يكون في وضع أنه غير متستر هذا السؤال الأول السؤال الثاني في آية في القرآن تقول واجعلوا بيوتك من قبلها هل هذه الآية أو هذا المعنى بخصص البنية إسرائيل أم لكل المسلمين أو الملتزمين بالقرآن يعني زاك الله خير يعني زاك الله خير خام صبي اسمع الرد فالشيخ نعم نجي فالشيخ سؤال الأخ مروان بالنسبة للمرأة يقول هل يجوز أن تظهر ذراعيها واقعا؟ الحمد لله بالنسبة لحجاب المرأة على قسمين ونوعين أما فيما يتعلق بحجابها في الصلاة فإن المرأة كلها عور ما عدا وجهها وكفيها في الراجح من أقوال أهل العلم ولو سترت كفيها فلا حرج في ذلك أما وجهه فتكشفه ما دام أنها مع محارمها أو في بيتها وأما بقية بدنها فتستر بدنها في الصلاة أما مسألة حجاب المرأة خارج الصلاة فإن كانت بين محارمها وبين نسائها فلا بأس بأظهار ذراعيها وأيضا جزء من ساقيها وجزء من صدرها مع رقبتها وشعرها هذا مما لا بأس به وأما إذا خرجت خارج البيت فجميعها أوره جميعها أوره كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنه سأك الله خير فرص شيخ لخ مصبح يسأل فرص شيخ عن الدخول إلى الخلاء وعندما يكون الإنسان عاري وهو يقضي حاجته فيقول فرص شيخ هل الشيطان يرى الإنسان وهو على هذا الحال الحمد لله أولا بالنسبة لهذه المراحيض والحمامات فإنها مأوى الشياطين كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتبرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول اللهم أن يعود بك من الخبث والخباث الأمر الثاني أن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر وبهذا الدعاء فإن الله تعالى يمنع الشياطين من رؤية عورته ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله وهذا الحديث وإن كان مختلف في إسنادي لكن الصواب أنه حديث حسن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم المسلم أن يقول إذا دخل الخلاء يقول اللهم أن يعود بك يقول بسم الله اللهم أن يعود بك من الخبث والخباث ولذلك الحشوش هذه محتضرة وتحضرها الشياطين وستر عورة الإنسان تكون بالتزام سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم زاك الله خير فالشيخ أيضا سهل فالشيخ يقول الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة يقول هل هذه الآية خاصة لبني إسرائيل الحمد لله هذه الآية جاءت في السياق قصة موسى عليه الصلاة والسنة قال لبني إسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة العلماء منهم من ذهب إلى قبلة يعني إلى جهة القبلة ومن أهل العلم ذهب إلى معنى آخر من مقصود بالقبلة هنا يعني ما يتعلق باستقبال الآخرين وفتح البيوت وذكروا معاني أخرى خاصة أن العطف قالوا يقتضي المغايرة قال وأقيموا الصلاة عموما هذا خاص بشرعهم سأك الله خير تنصيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المقالمة أخ فيصل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله أخ فيصل الله يعافيك زيك الله خير عندي سؤالين لو سمح نعم السؤال الأول بخصوص صلاة الظهر حالة أني يعني فاتتني الصلاة بسبب النوم مثلا وإذا يتبغضيها هل يجوز أني أصلي الرواتب اللي هي ركعتين ركعتين قبل الصلاة صلاة الظهر يعني أو أني آتي بالصلاة على طول يعني بدون الرواتب هذا السؤال الأول السؤال الثاني بالنسبة حق شدة التلاوية بالذات يعني بصورة الإسراء هي تيجي بآخر تقريبا الصورة فهل يجوز أني يعني أكمل الصورة حتى نهايتها يعني بعدين آتي بالسجدة التلاوية ولا لا يعني مجرد ما تجي الآية اللي فيها سجدة التلاوية آآ أغوم بالسجود وبعدين أكمل الصورة إلى نهايتها وأتوقف يعني على الغراع إن شاء الله جاءك الله خير أخفيصة شكوري حياك الله أخي عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته نريد من الأشياء تعليق على معاملة الناس بالحسنة والأذى الذي يتعرضه الإنسان في من الآخر سواء في الطرغات أو في المركبات أو في أي مجالس فما عقبت ذلك يعني والصبر عليه يعني مدى الصبر عليه واضح السؤال؟ نعم نعم زاك الله خير أخو عمر تسمع إن شاء الله التعليق بالشيخ أبو محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد فضل شيخ عزيز كيف حالي شيخ إياكم الله لو سهل مرحب 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 الله يحفظك محمد فضل جميع إن شاء الله أقول السؤال يا طول عمر نعم بنسبة لأيد عاملة عندنا في المنازل في بعضهم غير المسلمات يعني مثل حطنا مصحف رفوف مكان هي تصير تنظف البيت الغرفة يعني أحيانا الشلة مصحف هي يعني هل هاي أجوز ولا هاي السؤال السؤال الثاني نحن الحين حطنا معقم هذه المالية مخابينة يوم سير مسيط نصلي يعني هل هي جوزة معقم خليه مخابينة ولا في سيارة أحيانا ينسى يعني هاي السؤال البسيطة ولا ماذا أحسنتم زاك الله خير محمد والفضل كبار في التسمع رفض الشيخ هياك الله رفض الشيخ سؤال لأخ فيصل يقول إذا فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم وأردت يقول أن أقضي هذه الصلاة هل أصلي الرواتب القبلية والبعدية أو أكتفي بالفرض فقط الحمد لله من فاتته الصلاة ولها سنن قبلية وبعدية أو سنن قبلية أو بعدية فالسنة يأتي بها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وأمر بلالا أن يوقضهم على صلاة الفجر فنام وما أيقظهم إلا حر الشمس جاء في الحديث قال فأمر بأن يؤذن ثم صلى أمر الناس أن يتوضوا ثم صلى السنن الراتب القبلية ثم صلى صلاة الفجر والقاعدة الفقهية أن القضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء فلذلك حريص على السنن الراتب إذا فاتته الصلاة يأتي بالسنن الراتب القبلية وأيضا الصلوات التي بعدها سنن راتبة يعني بعدها راتبة سنن راتبة يأتي بها أيضا بعدما يقضي صلاته سأكل الله خير شيخ محمدد فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيات الله محمدد فضلي السؤالي سمعت يقولون أن الحرمة يعني إذا أحاضت ودخل وقت الصلاة يعني عليها تقضي هذه الصلاة لأن بالعادة يعني ما نقضي الصلاة يعني مثلا أحاضت الحرمة مثلا آآ لكن يقولون لي لا والله لازم تقضيها لو كان دخل وقت الصلاة يعني مفروض أن هي تقضيها نعم نعم إذا واضح سؤالي محمدد واضح إن شاء الله محمدد إزاك الله خير شكرا أخ علي تفضل السلام عليكم الشيخ السلام رحمة الله وبركاته تفضل أخلي وضيفك الكريم يا حلو بكم عندي سؤالين أخي الله تقريبا نعم السؤال الأول طال أمرك دخلت المسجد ولحقت على التشاهد لأخير مع الإمام نعم فيلسك للتشاهد وقمت أصلي الصلاة في الركعة الأولى سمعت جماعة تقيم الصلاة خلفي يعني جماعة روحة مصلت قال أنا أقطع صلاتي وألتحك بالجماعة ولا هم يأخذون أنا قدوة إمام لهم يعني يلتحكوا بأنا ولا أنا كمل صلاة إلى حالهم يكمل صلاة إلى حالهم مثل يعني الحديث يقول لا جماعتين في مسجد واحد مثلا نعم هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل تجود صلاة الجنازة على المتوفى في بيته سواء في الوقت هذا أو الوقت العادي يعني هل تجود صلاة المتوفى في بيته أم لا إن شاء الله كالله خير أخي تسمع شاء الله أرضي فضل الشيخ عندي فضل الشيخ للأسئلة سؤال الأخ فيصل بالنسبة يقول سجود التلاوة إذا جاء في آخر السورة وبعده آية أو آيتين وتنتهي السورة كما في سورة الإسراء فيقول فضل الشيخ هل يسجد سجود التلاوة عند الآية التي فيها سجود التلاوة أو يكمل السورة ثم يسجد للتلاوة الحمد لله أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة الأمر الثاني بالنسبة للسجدة إذا مر بها المصلي أو القارئ فإنه يسجد عند علامة الوقف التي ذكرها العلماء وهذه السنة وإذا أكمل فقد فاته محل السجود محل سجود التلاوة والأخ السائل بارك الله فيه ذكر مثلا السجدة التي في آخر الإسراء بعدها آيات إذن إذا أحب أن يسجد تسجد التلاوة فإنه حينما يقف على العلامة السجود يسجد ثم يكمل قراءاته للسورة سأكد الله خير فالصيخ الأخ أمر يريد منكم كلمة وتوجيه ونصيحة لمعاملة الناس بالحسنة وإذا تعرض الشخص لأذى من الغير في الطرقات أقول فالصيخ وصبر على هذا الأذى ما أجره الحمد لله بالنسبة للمسلم لا شك بأنه مطالب بأن يتعامل بحسن الخلق مع الناس جميعا ولذلك الله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفهشاء والمنكر والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسن الخلق قيمة عظيمة وأن الرجل يعني والمرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم هذا يدلنا على عظم حسن الخلق ومن حسن الخلق إحسان القول والخطام ولذلك الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنة قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ويقول جل وعلا فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة والنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وجه كثيرا على حسن التعامل ولذلك لما سأله معاذ عما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار في آخر الحديث أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد والسنتهم ولذلك الواجب على الإنسان أن يتعامل مع الناس بالحسنة وبالخلوق الحسن وأن يلين العبارة وأن يلطف الألفاظ ولذلك الكلام الطيب الحسن والألفاظ المنتقى هذه تفتح مغاليق القلوب تلين القلوب القاسية وأيضا في المقابل يجب على المسلم أن يصبر وأن يتحمل إذا صدرت أذية من الآخرين سواء في الطرقات أو في العمل أو في الأسواق الله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قل جل وعلا فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضى أحده لله إلا رفعه الله فالإسلام ليس هو فقط أني أصلي فقط وكذا لا شك هذا من أركان الإسلام توحيد الله وتوحيد متابعة الرسول السلام وكذلك الأركان الإسلام والإيمان هذه لا شك هي أصول الدين لكن من الإسلام هذه الأخلاق والسلوكيات المسلم لا يقول والله هذه قشور وهذه لباب لا يأخذ الإسلام جملة ولا يفرق بين هذا وهذا ويلتزم أخلاق أهل الإسلام ذاك الله خير فضل الشيخ أبو محمد يقول بعض الأيدي العاملة في المنازل عندنا يقول من غير المسلمين في بعض الأحيان قد يكون المصحف على الرف وتريد أن تنظف المكان فتحمل القرآن المصحف بيدها الحمد لله بالنسبة لمس المصحف إذا قلنا بأن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة في قول جماهير أهل العلم وأقصد بالطهارة الصغرى هنا فكيف بغير المسلم فذهب جماهير أهل العلم إلى منع المسلم من مس المصحف إلا بعد أن يتوضع فلذلك من المهم جدا على كل إنسان في البيت أن ينبه العمالة غير المسلمة بعدم الاقتراب من المصحف وإذا اعتقد بأنها ستحمله أو تنقله فلا يضعه في هذا المكان أو ينبه العاملة بأن لا تأتي إلى هذا الكتاب المقدس الكتاب العظيم لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله فيصل سلم علي شيخ سلم علي شيخ سلم علي شيخ ويدعلي ويزاكم الله خير والأخوان البيعاك ويعطيكم صحابة لا يا عفوك زيكل الخير فيصل حياك سلم علي شيخ واعد أزاكم الله خير الله يبركيك وعيدة فضل السلام عليكم فضيلة شيخ اسحاق عبدالردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله بعيدة تفضل وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان شيخ حالك شيخنا أهلا وسهلا وخيصل الرئيسي والمجتمعين فضيلة الشيخ السؤال الأول لماذا العقلية الجاهلية الأولى لم تستطع ولا تستوعب ولا تفهم الدين الجديد رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم يعني إنسان جديد جاي من منطقة ثانية هذا السؤال الأول السؤال الثاني يذكر لنا فضيلة شيخ الدكتور عزيز بعض الدروس المستوحى والمستفادة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الشخصي بما يتوافق في يومنا هذا وفي حلقة سابقة أنا سألت سؤال ما عارف جاوبته ولا لا بس أنا حد علمي ما سمعت حكم قلت من يكسب الحلال يعني المال الحلال وينفقه في الحرام قاعد يتعب ويشقى وهذا لكن جزء من ماله يروح للحرام هذا انتهى الوقت بعيدة نعم انتهى الوقت لم نجب عليه نعم اظن بعد هناك سؤال اخر حكم الربح بالمناصفة نعم لما قلنا ان انا شريك في راس المال ليس بالتساوي لكن الربح والربح بالتساوي نعم نعم و جزيتم خيرا نعم الملاحة والصلاة الصلاة الصعيحة ولله الحمد والمن ساك الله خير نعم شيخ محمد تقول اذا حاضت المرأة ودخل وقت الصلاة هل تقضي هذه الصلاة الحمد لله بالنسبة للمرأة اذا حاضت بعد دخول الوقت وعلام الدخول الوقت الان الاذان ثم نزلت عليها الدورة فان ذمتها مشغولة بهذه الصلاة فافترض الا ان امرأة اذٍ صلاة الظهر و اثناء الاذان او بعد الاذان بدقيقة دقيقتين نزلت عليها الدورة تقضي هذه الصلاة بعدما تطهر والعكس ايضا فيما يتعلق بعدم قضاء الصلاة فلو ان امرأة قبل اذان الظهر بدقيقتين نزلت عليها الدورة ثم اذن المؤذن لا تقضي هذه الصلاة ساكر لم يتحر فاسيخ الله علي قاله فاسيخ أنه دخل للمسجد والإمام في التشهد الأخير وجلس وهو في التشهد يقول سمعت جماعة تقيم الصلاة يقول هل أقطع الصلاة وألتحق بهم أو أكمل صلاتي لوحدي أو كان الأولى لهذه الجماعة أن يلتحقوا بي ويجعلوني إماما الحمد لله الأولى لك والأكمل أنك تكمل صلاتك ولا تقطع صلاتك ولا تقلبها إلى نفل هذا الأكمل والأولى لك تكمل صلاتك على ما أنت عليه نعم ذاك الخير فضل شيخ أيضا يقول هل يجوز أن أصلي على الجنازة في البيت الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقصد صلاة الغائب على الجنازة فهذا لا داعي له مدام أنه مات في بلاد المسلمين وصلي عليه وإنما يذهب ويصلي عليه بعد دفنه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضا من أكثر من وجه أما إذا كان قصد السائل يعني نأتي بالجنازة ونصلي عليها في البيت لا حرج يعني مثلا يقول الآن في زمن كورونا وكذا نحن غسلناها في البيت أو شيء ونصلي عليها في البيت لا حرج لأنه ليس لصلاة الجنازة مكان محدد يصلي عليها في المسجد في المقبرة في البيت فإذا كان هذا قصده فنعم يجوز زكا الخير تنصيخ أبو فيصل يريد منكم الدعاء لولده بالزواج يقول لعمره 41 سنة أسأل الله تعالى أن يسر الزواج ابنك أسأل الله تعالى أن يوفقه إلى البحث عن المرأة الصالحة الطيبة أسأل الله تعالى أن يؤسر الزواجة كل أي من شباب المسلمين سأك الله خير فصيخ أبو عيد يسأل فصيخ يقول لماذا العقلية الجاهلية الأولى لم تستوعب الدين الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدين جديد عليهم رغم يقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام منهم الحمد لله الجواب على هذه المسألة حقيقة طويل لكن أنا أجيب عليه بالفقرات التالية أولا بالنسبة لمسألة الهداية إلى الإسلام أو عدم الهداية إلى الإسلام لا بد للمسلم أن ينظر إلى أن يكون له نظر قدري فالله جل وعلا قدر مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ولذلك يقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذه الإرادة إرادة كونية قدرية إرادة كونية قدرية فما شاء الله كان وما لم يكن والله جل وعلا علم ما العباد فائلون قبل أن يخلقهم لأنه هو الخلاق سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني علم الله عز وجل من هؤلاء المشركين أن لديهم أصول ضالة ولذلك ما اهتدوا إلى الإسلام منها أولا منها التمسك بما عليه الآباء والأجداد ولذلك من أخطر أصول هؤلاء القوم أنهم كانوا يتمسكون بما عليه الآباء والأجداد يقولون كما قال جل وعلا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إنا وجدنا آباءنا على ملة وهكذا فالمقصود بأنه يقولون كيف نغير دين آباءنا وأجدادنا ونلتفت إلى قول محمد بن عبد الله وهذا الأصل للأسف الشديد موجود ويعمل به حتى في دائرة الإسلام يعني بعض الناس الآن عندها بدع وأخطاء فلما تجي توضح لها الحق وتبين له السنة يقول لك لا آباءنا يفعلون هذا أجدادنا يسوون كذا مشايخ بلدنا يفعلون كذا فهذا احتجاج باطل كما قال تعالى أولو كان آباءهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون الأصل الثاني الكبر الذي ما هم ببالغيه ولذلك هم احتجوا قالوا كيف ينزل القرآن على يتيم لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لو أنزل على فلان فلان أغنية أصحاب جاه منزلة كيف ينزل على يتيم هذا أيضا أحد الأمور التي ظلوا بسببها المسألة الأخرى ما علم الله عز وجل من مخبآت نفوسهم وخفايا ضمائرهم من العجب والغرور وأيضا من أمور كثيرة ولذلك طمس الله جل وعلا على قلوبهم فهم لا يهتدون مسألة أخرى دنيوية وهي قضية المكانة والمنزلة الاجتماعية اللي كان يعيشونها أو على المستوى الاقتصادي والمادي رأوا بأن هذا الدين الذي يساوي بين العبد والحر ويرفض مسألة الطبقية قالوا هذا يهدد عروشهم يهدد كراسيهم يهدد مناصبهم حتى أن دار الندوة لما كانوا يجتمعون أبو جهل والمغيرة ولهب وهؤلاء هذه المجموعة ويمر في الطريق بلال وسلمان وعمار كانوا يصحرون ويستهزئون حتى أنهم ساوموا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا طرت هؤلاء نسلم إذا طرت هؤلاء نسلم فهذا يعني في أنفسهم كبر وغرور وعجب شيء عظيم فقدر الله عز وجل عليهم عدم الإسلام مع رؤيتهم هذه المعجزات وهذه الآيات التي أجراها الله على يد نبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه جانب مهم وهو ما يعني أفصح عنه أبو جهل حينما قال يعني سأله رجل بينه وبينه فقال له يعني هل أنت تعلم بالصدق ما قال نعم نحن نعلم بالصدق ولكن نحن وبن هاشم كفر سيرها إن أنفقوا أنفقنا وإن كذا فعلنا وكذا فإذا أتوا بنبي فمن أين أتي بنبي فكان هذا أيضا أحد الأمور التي جعلوها بين أيديهم فصدوا عن الإسلام طبعا هناك مجموعة أصول كانوا عليها من أصول الجاهلية منعتهم من أن يسلموا ويدخلوا في دين الله رب العالمي هذه طبعا بعجالة كما وعدت الأخ بوعد سأكل الخير فالشيخ أيضا يريد بعض الدروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على المستوى الشخصي يقول ما يتوافق معي ومنه هذا الحمد لله لا شك بأن يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل منعطف في تاريخ البشرية فالبشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ظلال مبين وهناك جملة من الممارسات التي كانت سواء عند العرب أو عند غيرهم بعيدة كل البعد عن يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى من أصل خلق الخلق وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكانت مجموعة ممارسات يعني هناك ممارسات سواء المستوى العقدي المستوى العبادي المستوى على مستوى المعاملات مستوى الاقتصاد مستوى السلوك المستوى الأسرة على مستوى الأسرة هناك ممارسات غاية في العبث وغاية في الفوضى حتى بدلوا كثير من شرائع الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت هذه الهجرة التي مكث قبلها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشرة سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص العمل له ويعني واجهته قريش مواجهة عنيفة وعارضته معارضة شريسة حتى إن الله تعالى اختصر لنا يعني ما كانت قريش تعمل تجاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وتعرفون بأن نسلم أذن للصحابة بهجرتين إلى الحبش يعني مما يدل على أن مكة هذه المدينة الكبيرة أصبحت سجن بالنسبة للصحابة أصبح العيش فيها صعب جدا ولذلك أذن الله لنبيه بالهجرة السؤال الأخب عايدة يعني الفوائد على المستوى الشخصي بالنسبة للهجرة الحديث حول هذا أيضا طويل وأسئلة الأب عايدة اليوم ما شاء الله دسمه ولذلك أنا أختصرها في النقاط التالية أولا معرفة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمضى حياته كلها لأجل أن يوصل لنا هذا الدين العظيم وعرض نفسه لمخاطر كثيرة تمثلت في مجموعة من الاقتيالات التي نجى منها نجى الله منها نبية كذلك الأذية المادية والمعنوية والحرب الضروسة التي مورست على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك شق طريقه في سبيل أن يوصل هذا الدين العظيم الصافي الرقراق الجميل الذي يتناغم مع الفطرة إلينا جميعا الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته بذل الأسباب ولذلك بذل الأسباب الطبيعية مع أن الله تعالى مؤيده وناصره ومعه جبريل ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي دروس لهذه الأمة فبذل السبب جهز طلبا من أبي بكر أن يجهز راحلتين كذلك اختبأ في الغار هذه جميعها أسباب المسألة الأخرى التوكل على الله عز وجل هي الصفة بارزة في المسر ولذلك في الغار دار حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر فأبو بكر الصديق رضي الله عنه انتابته نوبة من الحزن وليس الخوف الخوف غير الحزن الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة أن توعد في مهدها وهي ما زالت فتية فسجل الله جل وعلا هذا الحوار في كتابه العزيز بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا الله أكبر لذلك المسلم الواثق بربه جل وعلا متوكل عليه يعني يستحضر مثل هذه المعاني لا سيما في الأمور المدلهمة وفي الأحوال الضيقة التي فعلا تنسد يعني جميع آفاق الأمل ويبقى الأمل بالله سبحانه وتعالى وهذا هو شأن المؤمن ولذلك العرب تقول اشتدي أزمة تنفرج المسألة الأخرى ما يتعلق باستئمان بعض المشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام استأمن عبد الله بن أريقط في رحلة عجيبة خطيرة محفوفة بالمخاطر وهذا يدلنا على أن لولي الأمر أن يستعين مثلا بغير المسلم إذا كان موصوفا بالأمانة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط وكان على دين قومه ليدله أو يخرجه من هذه المجاهيل مجاهيل الصحراء والتواءات الطرق لأن النبي عليه الصلاة والسلام بذل السبب في الهروب من قريش ولذلك العلماء نصوا على أن يجوز استئمان غير المسلم إذا فعلا كان مشهورا بالأمانة المسألة الأخرى معرفة قدر وفضل أبي بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان والذي حازق قصب السبق ووفقه الله عز وجل في رحلة عجيبة جدا كان الله جل وعلا معهما وهذه معية خاصة لا تحزن إن الله معنا ولذلك ليس هناك اثنين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ونبي بكر حينما كان الله معهما يعني معية النصر والتأييد هذه معية خاصة الأمر الآخر حقيقة المسلم لما يستقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقتفي أثراه وأن يسلك دربه وأن يلتزم شريعته ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم كل هذه التضحيات وهذا الجهاد الطويل والعريض وهذه الخطوات المحفوفة بالمخاطر جميعها كانت لأجل أن يبلغ دين ربه جل وعلا للناس ولذلك زكاه الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فهذا التعب والعنى الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم هو لأجل أن يوصل لنا هذا الخير الذي نحن نتفيى ظلاله فمن المعيب بالمسلم أن يتخلى عن هذا الدين أو يتخلى عن سنة سيد المرسلين هذا الدين الذي ما أتانا إلا بمثل هذا التعب الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ورثناه عن آبائنا وعن أمهاتنا فالواجب على كل مسلم أن يجعل من هذه الهجرة أمور عملية واقعية في حياته وذلك بالالتصاق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتراب من هديه وتطبيقها تطبيقها واقعية وترجمتها ترجمة عملية ولا يكون الإنسان موسمي أو انتقائي مثلا فقط لا هي يوميا يتنفس السيرة كما يتنفس هذا النفس ويعيشها في جميع لحظات حياة وهذا أيضا باختصار للأخ الفاضل أبو عيد سأكل الخير يا فنصيخ أيضا كل حكم من يكسب المال من الحلال وينفقه في الحرام الحمد لله حرم الله جل وعلا على المسلمين اكتساب الأمور المحرمة ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكتسب المكاسب الخبيثة ولو كان بنية الصدقة منها فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعليه سلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا يجوز للإنسان تحت أي ظرف أن يقول والله أنا أريد أن أنفع الفقير أو الأرمل أو المسكين فيذهب ويكتسب الحرام يقول الشاعر ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي فلذلك يحرم على الإنسان أن يكتسب قصدا الحرام ليتصدق منه فالله لا يقبله وسهلا سأل عن العكس أن يكسب المال من الحلال وينفقه في الحرام الحمد لله كذلك هذه المسألة بالنسبة لكسب الإنسان المال الحلال وينفاقه في الحرام سيسأل عنه يوم القيامة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإذا اكتسبه من حلال يبقى قضية أين ينفقه وأين يذهب به فإذا أنفقه في الحرام فهو العياذ بالله يعني يكون فهو واقع في محرم فلا يكفي كون الإنسان يكسب المال في حلال وإنما يضعه في حلال ويضعه في مباح ويضعه في عبادة أما أن يضعه في الحرام فهذا من التبذير وقد قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال العلماء انفاق درها من واحد في الحرام تبذير لأن هناك من يفرق بين الإسراف والتبذير أما الإسراف فيكون في الأمور المباحة زائدة عن الحاجة وأما التبذير فيكون في الحرام ولو كان درها من واحد سأك الله خير فالشيخ أيضا يقول ملحكم إذا كان الربح بالمناصفة ورأس المال ليس يقول بالتساوي الحمد لله يقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم فلو دفع شخص عشرة آلاف درهم وآخر خمسة آلاف قالوا نشترك في تجارة ثم اتفقوا على أن يكون الربح مناصفة برضا الطرفين جاز ذلك ولله الحمد والمن بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى الرسالة النصية الغصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرا وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط يقول هل هذا حديث يصحن النبي عليه الصلاة والسلام أعد الحديث من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرا وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط لا يحضرني هذا الحديث من حيث درجته لكن نراجع إن شاء الله سأكل خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل رؤية الميته مسرور وحسن الثياب يدل على أنه في نعيم في البرزخ؟ الحمد لله يعني العلماء ينصون بالنسبة لمن لهم عناية في مسائل مسائل تعبير الرؤى والأحلام أن مثل هذه الرؤية يعني إذا رؤية الميت على حال حسنة مثل ما ذكر الأخ السائل فيرجى له الخير بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج فيصل الرئيس لتقبلوا تحيات مع حدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته